ناصر مطلوب إنشاء صالة رياضية جيم للسيدات فرع مدينة ناصر كويس إعادة فتح المكتبة وتأهلها كويس وبالنسبة لمقر النادي إنشاء حمام سباحة للأكاديميات هعمل عليه مكان مدرجات التتش كفكرة التفاوض بقى مع محافظة القاهرة ده شغلي بقى راجل قانون أنا لو مخدتش الجراج ده سواء أنا رئيس نادي أو مش رئيس أنا مش هسيبه يعني البرنامج ده أنا هدي هدية للمجلس الآخر إذا نجح رئيس المجلس ينفزه أو يستعين به أو إذا كان فيه نصيب له هننفذ كل اللي موجود فيه فرع الشيخ زايد انشاء بوابة خارجية لأكاديميات كرة القدم للمشكلات اللي قلت لحضرتك عليها توسيع جراش الشيخ زايد ده نصب أعيوني عايزين أعيز أعمل في الشيخ زايد بناء على طلب الأعضاء غرفة ملابس للسيدات بجم الشيخ زايد الانتهاء من كافة الإنشاءات المعطلة من بعد مجلس المهندس وحمود طاهر ما تكلمنيش على الصلاة اللي مفروض اللي اتفتحت النهاردة لأن أنا لما افتح تفتح بعد الانتخابات أنا عارف ليه تأجلت يعني فيعني إيه كأسرة الأهل بقى خليها ما بيني وما بيني انشاء فرع شهر عقاري مطلوب في الشيخ زايد اهتمام مجلس الإدارة بالتعاقد مع مطاعم زاد جودة في الشيخ زايد وبقية الأفرع والوجبة من 25 جنيه الموحدة دي مهمة أختم مع حضرتك أن أنا أأمل ألائي في العاصمة التانية لجمهورية مصر العربية اسكندرية فرع للنادي الأهل اسكندرية زعلو لا مجرد لما تقالي كابت الخطيب قابل المحافظ معلش القيامة في الاتحاد واسموحها هاجو لا احنا عارفين ناخد المكان فين عفوا والأرض تبقى مكانها فين ما خارج حدود زمان فين بقى أنا يعني هو مش عايزة أقول في المنطقة اللي وقعها ما بين استاد الجيش ومع أول الطريق الساحلي يعني ممكن أرضي هناك ده أنسب مكان حتى عرضه بس يجيب له أعضاء منين بقى لا كده بعدت عن السلطة لا بالعكس لا أنت ما تعرفش يعني القصة هناك بقيت